بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نستكمل مع بعض إن شاء الله موضوع الاحتمالات وحناخد أول جزء النهاردة وهو الذي يتحدث عن الأحداث أو الحدث أو إيفنت الحدث هو مجموعة جزئية من فراغ العينة ويقال أن الحدث قد وقع إذا ظهر أحد عناصره عند إجراء التجربة أنواع الأحداث منها الحدث البسيط Simple Event وهو الحدث الذي يتكون من عنصر واحد من عناصر فراغ العينة زي ما قلنا أنه عناصر فراغ العينة هي كل النتائج الممكنة للتجربة العشوائية فظهور عنصر واحد من هذه العناصر يعني ظهور أو يعني تكوين حدث بسيط اثنين الحدث المركب Composite Event هو الحدث الذي يحتوي على أكتر من عنصر من عناصر فراغ العينة مثال على ذلك عند إلقاء قطعتين نقود مرة واحدة وقلنا أن كل قطعة حيكون فراغ العينة الخاص بها هو ظهور الهد H أو التيل T حدد ما إذا كانت الأحداث الآتية أحداث بسيطة أم لا إذا علمت أن فراغ العينة كلنا نعلم ونستطيع تكوين فراغ العينة لقطعتين نقود وتكون من أربع عناصر من الأزواج المرتبة H H هذه تعني ظهور هد في القطعة الأولى وهد في القطعة الثانية H T هذه تعني هد في الأولى وتيل في الثانية وهكذا للأربع عناصر الحدث الأول A1 بيقول لي ظهور كتابتين أي تي تي هذا الحدث يتكون من عنصر واحد فقط وبالتالي يسمى حدث بسيط ولا يعني ظهور زوج مرتب ظهور أكتر من عنصر هذا عنصر واحد من الأربعة عناصر الموجودة في فراغ العينة حدث ظهور صورتين في A2 هو H H وهو حدث يتكون من عنصر واحد أيضا وبالتالي نوع الحدث بسيط بينما الحدث في A3 يتكون من أو يعني ظهور وجهين متشابهين وتكون من عنصرين إما ظهور اتنين هد أو اتنين تيل وبالتالي هذا الحدث مركب أو ظهور صورة واحدة على الأقل يعني ظهور صورة واحدة أو صورتين وهذا الحدث زي ما حضرتكم شايفين يتكون من أربعة عناصر ولذلك يسمى حدثا مركبا النوع الثالث من الأحداث الأحداث المؤكدة شور إيفن هو الحدث الذي لا بد من وقوعه وأسهل مثال عليه عند إلقاء قطعة عملة أو عند إلقاء ظهرة مرض ظهور كل العناصر أو فراغ العينة يعني وجود حدث مؤكد ولذلك نقول أن فراغ العينة هو حدث مؤكد لأنه يمثل مجموعة جزئية من نفسه الحدث المستحيل عندما لا يكون للتجربة أي نواتج متعلقة بالحدث المذكور بنقول على هذا الحدث أنه حدث مستحيل وابنر مزلو برمز يطلق عليه فاي مثال على الأحداث المؤكدة والأحداث البسيطة عند إلقاء ظهرة مرض متزنة مرة واحدة الحدث المؤكد هو ظهور أي وجه من الأوجه الستة من واحد إلى ستة المثال الثاني عند إلقاء ظهرة مرض متزنة مرة واحدة على الحدث المستحيل فإن المثال على الحدث المستحيل هو ظهور عدد فردي وعدد زوجي في آن واحد كلنا نعلم أن الرقم يأما يكون فردي يأما يكون زوجي أو حتى ظهور الرقم سبعة لأنها ظهرة النار سدسية الأوجه وبالتالي مش ممكن أبدا يظهر الرقم سبعة لذلك يسمى هذا الحدث بالحدث المستحيل خمسة الأحداث المتماثلة هي الأحداث التي يكون لها نفس فرصة الظهور يعني ما فيش حدث مميز على حدث آخر مثال ذلك عند إلقاء قطعة نقود متزنة إما يظهر كتابة تيل أو تظهر صورة هد وبالتالي يقال أن وجهي العملة لهما نفس فرصة الظهور وبالتالي هذا الحدث ألا وهو حدث ظهور الصورة أو حدث ظهور الكتابة يسمى حدث متماثل المثال الثاني عند إلقاء ظهرة نرد متزنة بطريقة غير متحيزة مرة واحدة فإن فرصة الحصول على إحدى الأوجه تكون متساوية ظهور الرقم واحد أو اثنين أو ثلاثة وهكذا حتى الرقم ستة يكون متساوي مع بقية الأوجه وبالتالي يقال على هذا الحدث أنه حدثا متماسلا